أعمال تخريبية تستهدف مقدرات اليمنيين هكذا وصفت وزارة النفط التفجيرات الآخرة التي طالت أنابيب نقل النفط والغاز بشبوة وقالت الوزارة إن المناطق التي وقعت فيها التفجيرات ضمن نطاق حماية النخبة الشبوانية في إشارة ضمنية لتحميل النخبة المسؤولية وقد ظهر موقف السلطة المحلية متناسقا مع بيان وزارة النفط حيث أصدر محافظ شبوة محمد بن عاديو قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثتي تفجير الأنابيب ومنع قوات النخبة الفرق الهندسية من إصلاحها بحسب بيان الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية فقد أدت الحادثتان إلى تسرب كمية كبيرة من النفط وتوقف ضخ الخام منه في الوقت الذي هددت فيه شركات النفط بإيقاف الإنتاج في حال استمرت قوات النخبة الشبوانية بتعطيل أعمالها متهمة تلك القوات باختطاف ثلاثة من أعضاء الفرق الفنية المكلفة بإصلاح الأنابيب كانت شبوة قد شهدت الأربعاء الماضي تفجيرا طال أنبوبا لنقل الغاز المسالة الممتد من حقل صافرة في مأرب إلى ميناء بالحاف بشبوة ويأتي هذا التفجير بعد يومين من تفجير أنبوب ينقل النفط من شمال المحافظة إلى جنوبها حيث يقع ميناء النشيمة وفق مصادر محلية فإن قوات النخبة المدعومة إماراتيا تقف خلف التفجيرات الأخيرة خصوصا أنها أتت بعد محاولتها السيطرة على مؤسسات السلطة المحلية بالقوة في الوقت الذي تتهم فيه مصادر سياسية المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف خلف تلك التفجيرات سعيا لخلق حالة فوضى موجهة من أبوظبي